مجلس الشورى مجلس الشورى عن التقدير والثناء لما تضمنته الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم من محاور شامل أو مضامين رفيعة من شأنها فتح المزيد من أفاق التعاون والتنسيق بين الدول العربية للوصول إلى ما تصب إليه من ازدهار وتقدم يعود بالخير والنفع على الشعوب العربية وأوضح معالي رئيس مجلس الشورى أن تأكيد جلالة الملك المعظم على اتخاذ نهج السلام العادل والشامل لمعالجة مختلف القضايا يشكل امتدادا للنهج والطريق الذي تسير عليه مملكة البحرين في بناء علاقات دولية واستراتيجية قائمة على الاحترام المتبادل والتعايش والسلام بين الجميع وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن الفخر والاعتزاز باحتضان مملكة البحرين لأعمال الاجتماع المقبل لمجلس جامعة الدول العربية في دورته الثالثة والثلاثين مؤكدا معالي أن مملكة البحرين ستكون محطة مضيئة وثرية في مسيرة العمل العربي